يا مساء الورد والفل والياسمين ازايكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا النهاردة جايبالكم قصة فنان كلنا بنعشقه الفنان الكبير عبد المنع مدبولي اتولد عبد المنع مدبولي حسن في القاهرة في 28 ديسمبر 1921 كان يتيم وفقير جدا وظهرت موهبته الفنية من وهو لسه في المرحلة اللي ابتدائي واتخرج عبد المنع مدبولي من كلية الفنون التطبيقية وعمل بيها مدرس في قسم النحد حتى منتصف السبعينات يعني في قز شهرته ومجده واكتشف كتير جدا من المواهب وكان من اهم المواهب اللي اكتشفها نبيل الهجرسي وعادل امام وسعيد صالح ومحمد صبحي ويونس شلبي كل دول فنانين هو اللي اكتشفهم والتحق عبد المنع مدبولي بالمقعد العالي لفن التمثيل العربي واتخرج منه في 1949 في تاني دفع وبعدها انضم لفرقة جورج ابيض وبعدها لفرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج اطفال بالازاعة في حلقات بابا شارو وكمان عمل بالسينما والمصرح وعمل عبد المنع مدبولي بالمصرح وفي اول مصرحية له كان واخد دور اعرابي مع فرقة المصرح المصري الحديث اللي شكلها زكي تولايمان ومن اهم المصرحيات الارض السائرة الرضا السامي خايفة تجوز ميراطي نمر 11 كوكتير العجائب وشارك مدبولي في مصرحيات كتير جدا وكمان مدبولي شارك في كتابة العروض زي كفاح برسعيد وكان بيخرجها سعد اردش وصلاح منصور بعدها نضم مدبولي لفرقة التلفزيون المصرحية واللي كان بيرقصها الساد بدي وبعدها اتولى فرقة المصرح الكوميدي واخرق اربع عروض منها جول فدان هانم انا وهو وهي ودسوية افندي ومطرب العواصف واصل وصور والمفاتش العام وشارك مدبولي في تكوين فرقة الفنانين المتحدين وقدم ابرز العروض منها البجاما الحمر والزوج العاشر والعيال الطيبين وانفصل عنها في الف وتسعمية تلاتة وسبعين لكن رجع تاني في الف وتسعمية خمسة وسبعين كون فرقته وفرقته الخاصة سماها المتبوليزم وقدم من خلالها يا ملك قلبي راجل ما عادش منه مع خالص تحياتي وكل دي مصرحيات كان بيكتبها ويخرجها وكمان كان بيمثل فيها وشارك في كتير جدا من المصرحيات مع صديق عمره فؤاد المهندس وكان بيخرج بعض المصرحيات واهمها السكرتير الفني بطولة شيقار وفؤاد المهندس ورية وسكينة وبين القصرين والناس اللي تحت وكان كل مصرحية كان بيسيب فيها بصمة سواء بالاخراج او بالتمثيل فعلا كان متبوليزم يعني فنان شامل بيخرج ويمثل وفي بعض الاحيان كمان كان بيقلف بجد كان فنان شامل اما بقى بالنسبة لحب بابا عبدو للاطفال فكان بيغني ليهم اغاني نجحة كتير زي توت توت وكان فيه وادي اسم الشاط العمر وكمان علشان حبه ليهم قدم فوزير جده عبدو اللي غنى فيها جده عبدو زارع ارضه عمل حاجات كتير حلوة ونجحة للاطفال وكمان غنى اوبريت اللي سنة سنة فاكرينه بصراحة بابا عبدو متع اطفال كتير اوي في الوطن العربي اما عن افلامه في السينما فمثل اكتر من 150 فيلم كلهم نكحين منها ربع دستة اشرار مطاردة غرامية اشجع رجل في العالم المليونير المزيف وكان من اهم ادواره فيلم الحفيد اللي عمل فيه دور حسين الموظف الغلبان اللي كل حاجة يخبط على راسه ويقول انا اللي جبت ده كله النفسي فاكرين الفيلم ده اما عن الفيلم التاني اللي ابدع فيه احنا بتوع القتوبيس اللي مسل فيه حقبة من الزمن كان فيها كلها تعذيب واهانة للمواطنين وفعلا مسل ازاي المعتقل كان بيبقى موجود ونال فيه جوائز كتير جدا وعمل مسلسلات نكحة جدا كم من اهمها ابناء الاعزاء شكرا اللي خد فيها لقبه بابا عبده وكمان مسلسل لا يا ابنة العزيزة اللي غنى فيها احلى اغاني اطفال ونال جايزة احسن ممثل في السينما عن فيلم الحفيد وفيلم اهلا يا كابتن ومولد يا دنيا وفي سنة الف تسعمية ستة وتمانين حصل على جايز التكريم في مهرجان زكي تولايمات وفي الف تسعمية تلاتة وتمانين حصل على وسام العلوم والفنون من الطبع الاولى وقلوم الرئيس الراحل محمد انور السادات بجاهة التقدير خاصة وكان اول فنان تكتب عنه دائرة المعارف النمساوي لأهميته الشديدة جدا ولانه فنان فعلا شامل وامل مهرجان القومي للمسرح المصري من الفترة من 10-19 يوليو 2006 بتكريم اسم الفنان عبد المنعم مدبولي وكمان اعماله اما عن حياة الفنان الشخصية اتجوز عبد المنعم مدبولي مرة واحدة بس بحياته من حب عمره من سيدة خارج الوسط الفني خالص جارته وحبيبته وحب عمره الوحيد اللي انجب منها تلات ابناء محمد واحمد وامل ومنع امل من دخول التمثيل نهائي وتوفى فنانة كبيرة عبد المنعم مدبولي بعد غيبوبة طويلة للغاية يوم الحد 9 يوليو 2006 عن عمر 84 عام بمستشفى المقلون لعب اصل الارتهاب رأوي رحم الله فنانة كبيرة واسكنه فسيح جناته متابعين الاعزاء لو عجبك الفيديو اقوى تنسوني في لايك واحلى اشتراك منكم للقناة ولو كومنت حل بشكركم جدا شكرا لمتابعاتكم الجميلة